فشلت حسنا في تأمين العلاج اللازم لمرضها هي التي تعاني من مرض السرطان تخشى اليوم من انتشار المرض في حال لم تتمكن كما حصل قبل أسابيع من تأمين الدواء وقفت العلاج حاليا أكثر من ثلاثة شهور ورجعت عملت فحصات وزرع وهاك وقوة عند المرض كتبت لي على علاج هقوى وهلأ أريد أن أرى كيف يقدر أعملوا العلاج لأنه كنت أكثر غالية أكثر من 40% من مرض السرطان تقول مصادر طبية غير قادرين على تأمين الدواء وهو ما يشكل خطرا على حياتهم بالنسبة للمرضى التي اكتشفنا عندهم المرض بمرحلة مبكرة وبالتالي يرجى شفاءه وسيرجى شفاءه إذا أخذ العلاجات بالطريقة التي هي الأسلم طريقة على حسب البروتوكولات فالمريض الذي لا يخضع على هذا البروتوكول يخشى بأن مرضه يتطور سلبا يعني العديد من مرضى السرطان في لبنان من غياب العلاج وإن توفر فبأسعار لا قدرة لهم على توفيرها فيما وضعت وزارة الصحة آلية تقول إن من شأنها وضع حد للأزمة بلش يتوفر ما بدنا نوعدهم أنه خلص صار كل شي مية بالمية لأنه بعد في محلات عم يصير في تأخير روتيني ولكن معظم الأدوية 99% من الأدوية توفرت يعتمد كثير من المرضى على الجمعيات الأهلية لتأمين الدواء فيما تظل الخشية لديهم من فقدان آخر أمل بالشفاء كانوا يصارعون الموتى اليوم هم يصارعون الحياة وظروفها أملهم الحصول على حبة دواء أو جرعة تخفف عنهم بعض الألمي والمعاناة جس الحشخوري العربي بيروت وللمزيد نرحب معنا من بيروت بسيد هاني نصار وهو رئيس جمعية بربارة نصار لدعم مرضى السرطان أهلا وسهلا بك معنا سيد نصار استمعنا قبل قليل لدكتور جهاد سعادي رئيس مستشفى رفيق الحريري يقول الدواء بدأ يتوفر لبل 99% من الأدوية متوفرة في لبنان لكن هناك تأخير روتيني هل هذا ما رصدتموه في جمعيتكم 99% مع احترامي لدكتور اللي تفضل وعطر رقم بتصور رقم وبيلغ فيه لأنه نحن الألية اللي حططها وزارة الصحة أكيد بتساعد على تأمين الدواء للمرضى إنما المشكل هو أنه وقتل نحن بنجي من حط آلية وما بنشغل على تمويلها كما يجب لح تظل ناقصة لأ في عنا كتير أدوية بعد مانا متوفرة موعودين أن تجي على لبنان بس كمان كله بينتظر التمويل يعني إذا ما صار فيه تمويل لشركات الأدوية لحتى تستورد الأدوية مرح تتوفر لحد هلأ بعد في عنا كتير أدوية غير متوفرة بس المشكل الأكبر هو وقتل أنت بيتوفر الدواء بس المريض ما عنده قدرة على شراءه سيد هاني تحدثت عن آلية وضعته وزارة الصحة الألية هي أنه كل مريض سرطان في لبنان بده يتسجل تفضل نعم الألية بتقول كل مريض سرطان في لبنان بده يحصل على رقم صحي بيتسجل على منصة اسمه أمان بعبيره الملف طبيب على هذه المنصة توافق لجنة الأطباء طبع وزارة الصحة والجهات الضمن الأخرى على البروتوكول اللي يحطوا للطبيب وفقا للجايدلاينز اللي حطتهم وزارة الصحة اللي هن معدلين يعني هو اللي بلا طول سيرة وبيوصل الدواء مباشرة إلى المريض على المستشفى اللي هو عم بيتعالش فيها وإذا كان الدواء حبوب إلى النقطة الأقرب لأله بالصيدلية هذه الألية أكيد بتخفف الهدر بتخفف السرقات بتخفف البيع بالسوق السوداء يعني وقت كان بيكون عندنا بالأول مراكز لتوزيع الأدوية تابعة لوزارة الصحة كنا عم نشوف أنه عم يباع عم يباع الدواء بيقولوله للمريض غير متوفر شوية من لقيه نحن عم نشريم من السوق السوداء بالبنان هذه الألية بتخفف لأنه فيها كمان نظام تطبع الأدوية من المطار إلى المريض من المطار إلى المريض قلت قبل قليل أنه الدواء يصل إليه في المستشفى هل يصل إليه إلى البيت كتالك يعني مات عن المرضى غير القادرين على دخول المستشفيات من المطار إلى المريض في تتبع للدواء يعني منعرف نحن وين هو الأول شيء الأدوية التي تعطى في المستشفيات الوكيل اللي سيبعث على اسم المريض بالتنسيق مع وزارة الصحة بطبيعة الحال على المستشفى حين جالسته بيكون توفر الدواء لأله عن المدعوم الدواء المدعوم أما بالنسبة للمرضى اللي بيخدوا أدوية حبوب بالبيت بيوصل الدواء على الصيدالي المعتمد من قبل وزارة الصحة الأقرب إلى منزله نعم طيب سيد هاني بحسب بعض المصادر أنا المشكلة كبرى هي الجهات الضامنة باللبنان نعم بس قبل أن نتوقف ربما عند هذه المشكلة بحسب بعض المصادر الطبية اليوم أكثر من 40% من مرضى السرطان غير قادرين على تأمين دوائهم هل هذه الألية برأيك لو اعتمدت تحل هذه المشكلة يعني تضمن وصول الأدوية أم هي فقط يعني آلية إجرائية شكلية وربما تحتاج الكثير لكي تعتمد بالشكل المطلوب هذه الآلية هي ما نشدنا وزارة الصحة للعمل عليها منذ سنوات نحن من أول من طلقنا كجمعية بربارة نصار نطلب من وزارة الصحة تشغل بموضوع مأسسة الوزارة يعني للأسف في لبنان الجهات الضامنة الأخرى مثلا إذا أنت تفوت دواء على البلد تعتمدوا هذه الجهة الضامنة في عندك أراءة مختصين فيها لجان صيادلة وأطباء هني بوافقوا أو ما بوافقوا على على تقديد هذا الدواء أما بوزارة الصحة فلجان الصيادلة والأطباء هي لجان استشارية شخص واحد هو وزير الصحة هو اللي بفوت دواء أو بيوقف دواء هلأ بالقلية المعتمدة عدا قصة تفويت الأدوي وتشجيلها في لبنان فيه عمل مؤسساتي يعني أنت ما عم تدعم كل أدوية السرطان في لبنان لحتى العالم تجي تشريها وتبيعها بره وتشغل على التهريب أنت عم تدعم دواء المريض بالاسم يعني أنا اليوم من قبل سألت وزير الصحة هل تعرف هذا الدواء نحن أداش منستعمل منه وقالي لا لأنه ما فيه تسجيل لمرضى السرطان كما يجب في لبنان هل أصار فيه تفعيل للرجستري للسجل الوطني للسرطان يعني اليوم لحنصير نعرف كم مريض سرطان فعلا عم بيأخذوا علاجاتهم وكل علاج كل دواء أداش الكمية اللي نحن بدنا إياها يعني هذا بيوفر موضوع الهدر والسرقات وإلى آخره وأكد بيوفر هذه الأدوية أكثر لأعدد أكبر من المرضى سيد هاني من يغطي كلفة هذه الأدوية وهل سيكون متوفر أمام جميع المرضى الدواء هل يتاح أمام جميع المرضى أم هناك شروط معينة صحيح بالقلية القبل كان في كان في عدم كان في إذا بدك عدم دعم لكل الأدوية إلا بالقطارة يعني شو كانوا يقولوا كانوا يقولوا مثلا أنه رفعوا الدعم عن الأدوية بتتوفر على أدوية الأمراض السرطانية ما فيك ترفع الدعم عنها وإلا بتكون تحتمي بالإعدام على المرضى يعني نحن الأدوية الحبوب اللي بنخذها بالبيت إنه 3000 دولار و6000 دولار و10000 دولار ما بدوا يقدر يدفعها باللبنان اليوم والمعاشات بعدها كما هي ها من ناحية من ناحية تانية رفعوا الدعم عن العلاجات الكيميائية بقلب المستشفى عن بعض العلاجات الكيميائية بقلب المستشفى يلي هي الأساس بالعلاج القديم بس أغرابية المرضى بيبلشوا بهذا العلاجات يلي هني عم نحكي تركيبتهم مثل جمسي تابين وكربو بلاتين ودوسيتاكسيل وباكيتاكسيل هل قام هاي دي هاي هاي دي قالوا لأنه رخيصة الثمن المرضى هني بيتكفلوا فيها أو الجهات الضامنة مفترض لحتى نظلنا قدرين نحنا ندعم الأدوية اللي حققها ألف الدولارات بس اليوم بحققتي مثل إذا صبية عندها سرطان الثدي بدت فتت علاج بيوصفوها أربع علاجات أربع أدوية بنفس الجلسة مع بعضون واحد من هيد الأدوية يلي ما في منه مدعوم مرفوع عنه الدعم اليوم أنا وهل عم بحكي أنا ويكي حقه 38 مليون ليرة إذا عم ناخد 160 ملي جرام منه 38 مليون ليرة هيدا دوا من أصل أربع أدوية بتخذهم بفرد جلسة يعني صار صار كلفة العلاج خيالية بالنسبة للمواطن اللغناني سيد هاني يعني أحدا المشاكل الرئيسية لو تسمح لي هي مشكلة فقدان الدواء هل تعهدت وزارة الصحة بتأمين كافة الأدوية المطلوبة أكيد ضمن هذا النظام الألية الجديدة ستتوفر الأدوية إذا ألراد بس كمان إذا لم يتوفر التمويل ما ألا معنا يعني بدنا نوفر التمويل لوزارة الصحة يلي نحن وعدنا من الحكومة اللبنانية أنه بزيادة المبلغ المرصود لشراء أدوية أمراضي السرطانية خمسة مليون دولار إضافية من ثلاثة أو أربعة تشهر بعد لحد هلأ ما تحولت هذه شهريا لازم تكون نعم يعني هذا معلق حتى الآن وزارة الصحة بين إيديا لشراء أدوية الأمراض السرطانية مدعومة عشرين مليون نعم يعني هذا معلق حتى الآن وإلى حين تلك نعرف أنه في شبكات لتهريب الأدوية في لبنان ومن ضمن هذه الأدوية هناك الدواء المزور عدد كبير كما قلت قبل قليل من أدوية السرطان غير متوفرة وهذا يدفع البعض لدفع أسعار خيالية لشراء الدواء في السوق السوداء إلى حين تطبيق هذه الألية هل تؤيدون ربما خيار دولرة الدواء البعض يقول أنه تلك سيضمن الشفافية وتثبيت الأسعار نحن ما نطالب به هو موضوع يعني أنا قد ما حطيت لي دولرة الدواء وغير دولرة الدواء يعني الموضوع اقتصاديا بهذا الموضوع أنا كمريض بهمني توفر الدواء مش بس توفر الدواء نقدر اشتريه ما في أي دولة بالعالم تطلب من المريض هو يدفع علاجه ما هذا بيقدر هاي دي شغلة الدول والمؤسسات الضامنة الكبرى ضمان الاجتماعي اليوم باللبنان بعده عم يدفع وكأنه الدولر 1500 ليرة على العلاج الكيميائي اليوم الدولر 80 ألف ليرة ان شاء الله يعني اذا توفرت الأدوية بس نحن معنا الامكانية انه ندفع حقه ما لا معنا نعم واضح شكرا يعني العمل بده يكون كمان على الجهات الضامنة انها تتحرك وترفع ترفع اللي هي عم تدفع للمستشفى أو شركات الأدوية على السعر العادل السعر الحالي لصرف الدولر شكرا جزيلا لك من بيروت هاني نصار رئيس جمعية بربارة نصار لدعم مرضى السرطان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة